طيب نروح بقى للملفات اللي فيها قرارات رسمية ومواقف واضحة جدا تحديدا في الملف القري والدولي ابدأ بحكام السوبر الافريقي بين الاهل والتحاد العاصمة الجزائري سبق قبل كده وقلت لحضراتكم من خلاص المباراة تتلعب الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة المباراة يوم الجمعة 15 تسعة على استاد الملك فهد في مدينة الطايف بالمملكة العربية السعودية وتتلعب الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية بتوقيت مكة المقرمة وبتوقيت القاهرة اللي اتنين طبعا فيه توقيت واحد مين هم حكام المباراة حكم المباراة من الجابون بير اتشو حكم الجابوني هو اللي يدير هذه المباراة ما بين الاهل والتحاد العاصمة الجزائري الدوكم طبعا طاقم التحكيم هو على الشاشة المساعد الاول من الجابون بوريس ديتسوجو ده حكم جابوني والمساعد التاني من الكاميرون كارين فومو يبقى ايزا حكم الساحة من الجابوني المساعد الاول من الجابون والمساعد التاني من الكاميرون الحكم الرابع الحكم السنغالي المعروف عيسى سا هو اللي يكون الحكم الرابع في هذه المباراة طيب نروح بقى لغرفة تقنية الفيديو لأنه النهاردة عندي كواليس وتفاصيل مهمة جدا وتأكيدا لكل كلمة والله العظيم بنقولها في الملف ده عشان الناس في مصر تستفيد من المعلومات والداتة اللي احنا بنحاول نعرفها من المصادر في الملفات الخارجية حكم الفار هي حكمة سيدة من موريشيوس لأول مرة في تاريخ مباريات السوبر الافريقي او تاريخ مباريات النهايات في البطولات الافريقية تكون حكمة الفار في مباريات الرجال سيدة حكمة الفار من موريشيوس قدامكم هي صورتها على الشاشة ماريا ريفت هي حكمة الفار في مباراة السوبر الافريقي بين الاهل والتحاد العاصمة الجزائري وعندي كلام مهم جدا ليه اختاروا حكمة الفار من موريشيوس وتحديدا ليه الحكمة دي معاها شارة الملعب ومعاها شارة الفار لان دي جزئية هتكلم عليها دلوقتي طيب مين المساعد الفار ايفار الحكم المغربي الدولي عادل زوراك هو مساعد الايفار في مباراة السوبر الافريقي بين الاهل والتحاد العاصمة الجزائري كان دايما عادل زوراك حكم فار وكانت دايما ماريا ريفت السيدة الحكمة من موريشيوس هي الايفار ولكن لجنة الحكام الجديدة في معاييرها في التعيينات النهاردة بتسني يعني سنة جديدة في مسألة الاختيارات طيب مرايب الحكام الحكم الدولي الشهير اللي اعتزل بعد نهائي البطولة العام الماضي فيكتور جوميز هو مرايب الحكام لأنه حاليا هو كمان نائب رئيس لجنة الحكام مرايب الحكام الثاني في اتنين مرايبين حكام من السودان محمد عبدالله إبراهيم والمنصق العام للقاء الحكم الدولي التجولي السابك إيريك أوتوجو هو اللي يكون الجنرال كوردوريتور المنصق العام للقاء السوبر الافريقي بين الاهل والتحاد العاصمة ومراقب اللقاء الليبي جمال سالم هو نفس المرايب الليبي اللي كان موجود في مباراة الاهلي والهلال السوداني هنا في القاهرة بالتالي ده انفراد طاقم تحكيم لقاء السوبر الافريقي ومرايب الحكام مرايب المباراة المنصق العام للقاء والسياسة الجديدة والمعايير اللي ممكن لجنة حكام الكاف تشتغل عليها باختيار سيدة لأول مرة عشان تكون هي على رأس العمل في غرفة تقنية الفيديو الفار حاكمة من مروشيوس ماريا ريفيب دي نقطة